على الرغم من سقف الحرية التي تتمتع فيها الكويت كبلد ديمقراطي يحكمنا الدستور والدولة المدنية لكن للأسف تم تصنيف الكويت واحدة من ضمن مجموعة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية في العالم طبعا تدخل في نظام الملكية الفكرية والمصنفات الأدبية والصحف وأيضا برامج الحاسوب والاختراعات وغيرها المشكلة بالكويت أنه يوجد قانون ويحرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية لكن للأسف بين فترة والثانية نشوف ونقرأ ونسمع عن وجود مشكلة يديدة في هذا الجانب وتكبر المشكلة والظل بدون حل قبل فترة أصدر قطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة بمجلس الأمة ممثلا في إدارة الدراسات والبحوث دراسة حول حقوق الملكية الفكرية في دولة الكويت أشرف على هذه الدراسة المستشار الاقتصادي الأستاذ الدكتور رمزي سلامة وقامت على أعدادها الباحثة الاجتماعية مريم العبيد السؤال ليش هالمشكلة قاعدة تتكرر في ظل وجود قانون وعيضا عقوبات هذا اللي بنعرفه مع ضيوفنا بالاستيديو أمين عام رابطة الأدباء الكويتية الأستاذ طلال الرميضي والمستشار القانوني في جمعية المحامين الكويتية الأستاذ فايز لمطيري حياكم الله معنا طبعا بالبداية مثل ما قلنا وفقا للدراسة اللي أصدرها قطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الأمة وأيضا بالتعاون مع إدارة الدراسات والبحوث أن هناك انتهاك وبشكل كبير هل أنتوا شايفين هذا الأمر حقيقي السؤال لكم أنتوا لثني راح أبدأ مع الدكتور طلال بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نشكركم على الدعوة الكريمة في هذا البرنامج المميز ونتم معكم إن شاء الله مزيد من النجاح والإبداع في خدمة المشاهدين بطبيعة الحال لس ما تفضلت أختي في مقدمة التغرير أن الكويت تتهم بهذه الصفة أو هذا الجرم طبيعة الحال هو الشرق الأوسط أغلبة في تجاوزات فيما يتعلق بالمصنفات الفنية اللي بخصص الأفلام والسيديات وما شابه ذلك ولكن في موضوع الكتب والمنشورات لأن المنشورات الورقية نختلف وياتش فيها بالعكس الحمد لله الكويت يعني دولة مؤسسات وقوانين وبالعكس في نظام عندنا جميل جدا في يحفظ حق المؤلف وإن كانت هناك بعض يعني أكيد بطبيعة الحال ما تخلع في بعض الجرائم بعض تجدت المغالطات بعض التجاوزات وبطبيعة حالة تخضع لطائرة القانون فيها بشكل نعم استاذ فايز استاذ طلال قلل شوية من المشكلة بيّنها يعني مو بالحجم اللي احنا قاعد يمكن نقراءه ونشوفه انت شو نرأيك؟ أنا رأي به الموضوع هذا أنه فيه تغارير سنوية دولية كاعد تطلع على كل دولة بالنسبة للانتهاكات نعم لحقوق الميكية الفكرية الكويت كانت طبعا ما قبل 2006 كانت من دول أكثر مراغبة بالنسبة للأمر هذا كله فكانوا الانتهاك فيها كان بنسب عالية جدا طبعا بناء على تغرير أمريكي يصدر من الحكومة الأمريكية السنوي نعم أما ما بعد 2006 بناء على بعض القوانين اللي اصدرت وبناء على بعض القارات الوزارية نظمت الأمر هذا كله فبالتالي تحوّت الكويت من دول أكثر مراغبة من نسبة الشيء تم ترغيتها لموقع أفضل إلى رقابة عادية وبإذن الله على الجهود اللي احنا قاعد نشوفها الآن من بعض الوزارات وبعض القارات الوزارية قاعدت تصدرهم وأيضا من تويعية المجتمع اللي قاعد نشوفها فبالتالي بإذن الله أنها تنتشال عنها الرغابة بشكل نهائي إن شاء الله نتمنى ذلك لكن بشكل قانوني خلنت كلامه اللي هو تخصصك خلنعرف المشاهدين ماذا تعني كلمة حقوق ملكية فكرية طبعا القانون نعرفها بنص واضح بالنسبة للملكية الفكرية تعني الحقوق اللي تصدر من الانتاج الفكري والإبداعي للإنسان طبعا تنقسم إلى أمرين الأمر الأول اللي هو الحقوق الصناعية مثل براءات الاختراع مثل العلامات التجارية أما الأمر الآخر اللي هو حق المؤلف الأول كما يطلق عليه تخصصات الأدبية طبعا تخصصات الأدبية هي مثل المصنفات الروايات الكتب الأمر هذه كلها فهذا بشكل عام كفكرة القانون عن الملكية الفكرية نعم استاذ طالال بالمقابل هل صحيح أن الأدباء والكتاب وهم أكثر الناس اللي يعانون من انتهاك حقوق الملكية الفكرية لا لا بالحكس أنا أختلف فياتش بالنقطة هذه يمكننا الحمد لله بالكويت يعني الشخص لا بد أن يكون مؤلف يتبع بعض الإجراءات بالكويت التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية بالكويت حتى أنه يحفظ حقه من السرقة ومن التطاول من ضمن الأمور للإجراءات أنه قبل الطباعة وفي بعض الإجراءات بعد الطباعة من أهم الإجراءات أنه قبل الطباعة يتجه إلى مكتبة كويت الوطنية ويطلب منهم رقم إيداع نعم أو ترقيم دولي ما يعرف أيضا في رقم الإيداع ورقم الترقيم الدولي ردمك فبالتالي هنا يأخذ منهم شهادة بأن نسخة من كتابة قبل الطباعة موجودة عندهم وفيها يعني خنقول مثلا إبداع الأدبي إبداع الفكري إبداع الثقافي ما في هناك قضايا ما في قضايا مرفوعة لسرقة إذن هناك سرقة بس أختي الفاضي لهي يشوفي نسبة يعني الشغلة نسبة وتناسب فالعدد بالكويت عدد محدود يعني أنا حسب اللي أعرفه أن النسبة بسيطة جدا يعني للحمد يمكن حتى بموضوع القضاء يعني حسب معلوماتي أعداد بسيطة جدا بس إحنا بعض الإجراءات هذه احتياطا وحفظا حتى قبل المنازعات القضائية وحطها بالقضاء القضاء يمشي على الإثباتات فبالتالي أنت تكون مجهز بعض المستندات حتى لو فكر شخص أن تطاول على بعض الأبداعاتك أو بعض حقوقك فكرية فبالتالي أنت تكون عندك محمي بدرجة أولى مضم الأمر إذن ما تطرقنا والله موضوع المكتبة الوطنية أيضا بعد الطباعة أن يتجه إلى وزارة الإعلام ويطلب منهم أمر فسح للتداول وهني أيضا يضدع بعض النسخ عندهم فبالتالي تحفظ حقه أن الكتاب هذا تم إيداعه عندهم بتاريخ معين وفيه عندنا أيضا مكتبة الوطنية بعد الطباعة فيما يعرف بالإيداع أن يترك عندهم أكثر من نسخة ويستلم منهم شهادة بأنه تم إيداع كتابه سنة فلانية عدد الصفحات المؤلف تقديم مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالكتاب كلها بشكل عام تكون موجودة في المكتب الوطنية حتى إذا تطور الموضوع في المستقبل سواء بعد سنة سنتين عشر سنوات لأنه صارت فيه حوادث قديمة يمكن حتى نستشد فيها أنه في بعض الأخوان إذا طلعوا ببعض الكتاب يقوم شخص ثاني ويطلع نفس الكتاب يصير فيه اقتباسات ويحط لك تاريخ قبلي يعني مثلا هو شخص ألف في 2010 نعم شخص يحط لك في 2009 يقول لك أنا الشخص الثاني ما أخذ لك على أي أساس يحط لك في 2009 إذا ما لتجأ إلى المكتب الوطنية والثقهة إذا ما لتجأ إلى وزارة الإعلام أما إذا كان تداول بدون ما يأتجع لإجراءات هذه يعني يروح مطبعة خاصة ويحط تاريخ 2009 هذا يعني يعتبر تلاعب هذا تلاعب وهذا أيضا يخضر المسائلة القانون ولكن إحنا قعنا نقول أنه صارت في حالات قديمة يعني أنا أذكر في حالة من قبل حالة مشابهة بالموضوع هذا نفسه بس ما حط تاريخ وادعى أنه سابق أنه طابع كتابة بالسنة فلانية فبالتالي العملية هي عملية تثبات المستندات فإذا كانت عندها مستند في المكتبة الوطنية وهي جهة حكومية إذا كان عندها أيضا إداء بالوزارة الإعلام إداءة المطبوعات هم تثبت له أمام القضاء لو سمح الله صار فيها أي منازعات قضائية نعم بضعة لطاري منازعات القضائية ستاة فايز سأتكلم عن عقوبات هذه الجريمة سأتكلم عن جريمة السرقة وحقوق الملكية الفكرية طبعا أنا أريد أن أتكلم أشرح طريقة التقديم بس شوي سرسل فيك قانونيا طبعا القانون يعني يفسرها بأمرين كوزارة تجارة وإجراءاتها بالنسبة لبراءات الاختراع والحقوق الصناعية نعم وأيضا بالنسبة لحقوق المؤلف اللي هي إداءة في المكتب الوطنية مثل ما تفضل بالنسبة لحقوق الصناعية كبراءة اختراع أو علامة تجارية أنت تكتسبها تقدم طلب إلى وزارة تجارة تقدم فيه فبالتالي هناك عدة شروط للوزارة من ضمنها يفحصون العلامة اللي أنتم قدمها في سبيل تحقيق أمر مؤين بس أفوان أنت تقصد أي مجال مشر طبعا الكتب والصحف أنا أتكلم كملكية فكرية بشكل عام فبالتالي أنت تقدم في الطلب هذا لوزارة تجارة هذا بالنسبة للحقوق الصناعية كعلامة تجارية جميل يبين معك أو يبين بالوزارة نفسها هل هناك علامة تجارية بنفس الشكل ونفس المنتج هذا أو المصنف قدم فيما سبق أو لا فإذا أنت تبين معك أن المنتج هذا أول مرة وكفكر بداعي منك أنت صادر منك راح يسجلون لك فبالتالي يعطونك شهادة طبعا الشهادة هذه الحقوق الصناعية نعم أما بالنسبة كحق المؤلف طبعا قانون إن شاء المكتب الوطنية والقوانات الثانية المعدلة هي قانون الملكية الفكري اللي صادر من سنة سنة سعين نظم العملية هذه من خلال إداع المصنف في المكتب الوطنية فبالتالي يكون هناك حق بالنسبة لك ثابت بتاريخ معين ما سبق على التاريخ طبعا لا يوجد أي شخص سبقك في التاريخ في تقديم المصنف هذا نفسه ببا فيما لاحق فبالتالي يعاقب أي شخص في مادة معينة طبعا أي شخص يخالف القانون هذا كامل يعاقب بمادة معينة اللي هي تكلم في الحبس سنة أو القرامة اللي تزيد على 500 دينار أو بأي هاتين عقوبتين فبالتالي أي شخص ممكن يخالف القانون هذا بأي إجراءاته رح يطبق عليه المادة هذه من العقوبات أنت شايف إنها عقوبة رادعة أنت كمحامية أنا أعتقد حاليا هي تعتبر عقوبة رادعة من ناحية أمر معين أنه أصلا المجتمع نفسه ما عنده دوعية كاملة في الأمر هذه كلها فبالتالي لو تطبق عقوبة يعني عالية شوي بالنسبة بحق أي شخص يخالف فبالتالي أقلب الأحكام أصلا صعب أنك أنت تطبق على شخص يعتبر حسنا النية فيه فبالتالي حاليا بعد ما أنت تواعي المجتمع بعد المجتمع يكون عنده إدراك كامل بالملكية الفكرية اللي حتى ممكن تزيد مستوى العقوبات فيها نعم بس أستاذ طلال أنت شايف أن العقوبة هذه كفاية 500 دينار يعني لو شخص يصدر لأي كتاب رح يدخل يمكن أكثر من شي حتى لو طلع مخالفة لا هو استكمال لحديث الأستاذ فايز هو 500 دينار هذه حق عام للدولة ولكن يقدر يرجع عليه بالتعويض المدني بالتعويض المدني فبالتالي هناك عاد القضاء يعني يقدر يقدرها مبالغ شبيرة فيها فبالتالي نسمة فضل استاذ فايز التشريعات عندنا الحمد لله يعني أوكي حددت يعني الإجراءات القانونية الواجب باتباعها فبالتالي من يكون عنده ثقافة بالموضوع هذا يستطيع أنه يحمي نفسه من حتى يعني بعد عمره طويل أنه والله أي شخص يفكر يتطاول عليه إذا حفظ إجراءات القانونية اللي تبعها فيها اللي أنت ذكرتها قبل شوي زين وبالمقابل في هذه نوع من القضايا يقولون هناك الدعاء أن الشخص اللي تم سرقة أفكاره هو الخسران بالقضية لأنه مرات ما ينحكم له بشيء لا شوفوا إذا كان يعني أنا بضيت على مثال أمثلة واقعية يعني فيه شخص مثلا ابتكر فن يديد في الشعر وهو قبل لا يطلع الديوان كان يخشى أنه والله يتم تطاول على هذا الفن فبن باب باب إجراء احترازي لجأ إلى المكتب الوطنية وطلب منهم شهادة بالموضوع هذا وتم استخراج شهادة كمصنف تم يداع وأخذ منه كترقيم دولي بالموضوع هذا فبالتالي حتى بعد فترة لو أي شخص يدعي نفس الموضوع هذا يكون عنده أو شهادة بأنه حفظ حقه حقيقة يمكن الإجراءات كلها إجراءات قضاء ومستندات عمل التثبات فبالتالي حتى الشخص مثلا يعني هنا في بعض الأخوان لا يلجون المكتب الوطنية وما يلجون إلى أمور الفسح يبيع كتابة مثلا يعني بعض المكتبات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك بس لا يلجأ إلى تثبيت حقه في الجهات الحكومية الرسمية لو أن شخص اقتبس منه قصة على سبيل المثال مجموعة قصية وقام شخص باقتباس قصة قصية وحطها في مجموعته وقال هذه الآن لكاتبها هنا نلجأ إلى عملية مستندات وعملية الإثبات فيها بالتالي فبالتالي إذا كان ما عنده أي مستندات فبالتالي سيكون موقف ضعيف عمام القضاء بالضبط أنت شريك ستاة فايز في هذا الكلام هل فعلا هناك من يخسر مع أنه هو يكون صاحب الحق لا إذا هو صاحب الحق مسجل المصنف هذا طبعا بالنسبة لأمور الجزائية إذا هو يبي حاكمة طبعا فيها مدة ممكن أغلب الناس العاديين لا يعرف فيها فيها مدة التقادم التقادم هنا يتم خلال ثلاثة شهر إذا أنت علمت أن في أي شخص استقل المصنف الذي أنت مسجله خلال ثلاثة شهر ولم تتقدم بأي شكوى جزائية خلال ثلاثة شهر فبالتالي يسقط حقك جزائيا فبالتالي ليس لك إذا كنت مثل ما تفضل ساترال تروح بتعويض مدني فقط نعم ساترال بالمقابل أنتوا كرابطة الأدباء الكويتية شنو دوركم في حماية الكتاب خصوصا في منهم شباب ظالم كما يعرف هذا النوع من القوانين والله أختي الفاضل بطبيعة الحال في رابط الأدباء قمنا بالعديد من الندوات ذكر في شهر نوفمبر قبل معرض الكتاب تم مع الأخوان في جمعية المحامين قامت ندوة مشتركة اسمها محاذير قانونية في الكتابة الأدبية وحاضر فيها الأستاذ وسمي الوسمي رئيس جمعية المحامين مشكورا وكانت فيها يعني إذا جازت التسمي ومضات قانونية حق الزملاء في الرابط الأدباء من كتاب كبار مخضرمين ومنهم أيضا كتاب شباب وأيضا قمنا أيضا في محاذرة في معرض الكتاب نفسه بمشاركة الدكتور ليلى محمد صالح أنا ويدكتور ليلى محمد صالح والأستاذ صالح المسبع بهدف توعية الشباب إلى الأجراءات والمحاذير التي تواجههم في عملية الكتابة نحن بطبيعة الحال الكتاب الشباب لم يكن لديهم فكرة في إلمام أن أجراءات الطباعة فيمكن يخضعون تحت الجشع إذا جازت تسمي المطابع جشع دور النشر جشع أيضا يمكن المراجعين دقيق لغوي أو أي شخص يكون أو المخرج العمل للمؤلفين فبالتالي نحاول أن نوجههم طريقة سليمة بعملة النصح لا أكثر لأن دورنا يعني عمل تطوع في رابط ولكن عملنا توجيهي وتثقيفي للمجتمع وهذا دورنا بإذن الله ونحاول أن قدر الإمكان حتى عن طريق التواصل مع الزمال بالتويتر بالإستقرام عن طريق الاتصالات باستمرار تواصلنا وهذا دور الرابطة ونسأل الله أن يكون يعني الرابطة قدمت شيء أيضا استضفنا للمحامية غزالة درويش والمحامية علي الصابري أيضا من ضمن الأمور التي نهدف لها أن يكون فيها توعية قانونية للكتاب فيها سيد فايز بالمقابل بالأخير أبيك تقول لي شلون راح نقدر نرفع اسم الكويت من قائمة الدول أو من الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الملكية البتكرية هل إحنا محتاجين تشريعات يديدة قوانين يديدة ولا حلو الأخرى لا أنا أعتقد أنه بس مجرد الموضوع رقابة معادة أمر معين اللي هو قانون الجرام الإلكترونية يكون مكمل للقوانين اللي أسبقتها بس مجرد اللي هو تطبيق بالنسبة لأكثر شيء نحن قاعد نشاهده بشكل يومي ممكن لو تروح يسوق أي شخص بسيط اللي هو البضاع المقلدة هذا يعتبر انتهاك للعلامات تجارية نعم فبالتالي الكويت يعني لو هي تسكر بعض يعني استيراد لأمور هذه كلها عن طريق طبعا جمارك جمارك طبعا ممقصرين بس الأمر جدا شاع خاصة بعض الدول اللي مجرد تصدر حق الدول اللي هي مليئة ماليا يعني مستوى داخل فبالتالي هو يشتري أي بضاعة خاصة المجتمع نفسه أو أقلب المجتمعات بشرق الأوسط اتجهت إلى الموضة وحب الكشخة والأمر هذه كلها وبعد الأشخاص ما يملك الثمن أنه يشتري العلامة التجارية الأصلية فبالتالي اتجه للتغليد لفرق السعر الكبير اللي بينهم فيكون هنا في خلل بالنسبة للدولة لتطبيق الملكية الفكرية بناء على المعاهدات والمنظمات الدولية فتكون الكويت تحت طائلة الدول المراقبة لكن الأمور هذه للأسف سالفايز قاعدة نعرض بالأسواق بالشكل العلني إذن وإذا بتستمر نظل في هذه القائمة للأسف لكن نتمنى إن شاء الله قريبا أن يتم حل هذه الأمور عموما الأستاذ طلال الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتية شكرا لك على حضورك وأيضا المستشار القانوني في جمعية المحامين الكويتية الأستاذ فايز لمطيري أيضا شكرا لك على هذا اللقاء ويعطيكم العافية مشاهدينا خلونا نتابع فقرة من المسؤول وبعدها إن شاء الله نكمل فقراتنا